بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ ان هده نعمل تطبيق عملي بنرسم حمام سباحة اربعة في ستة في بعض الاشكال طبعا اول ما بنبدأ بنبدأ بشكله طبعا مستطيل ومقاسه اربعة في ستة بنكتب اربعة هنا كمى ستة بنكتب بالعربي اربعة كمى ستة بنن انتر خلاص كده هو عمل مقاسة اربعة في ستة حتى ما تيجي تقيسه هتلاقيه اربعة في ستة هده اربعة هده اربعة متر ابتجاه التاني ستة متر بانت كده عملت المستطيل اربعة في ستة ناخد البلان اه هو بيبعد من هنا متر في هنا جزء من هنا متر فنكتب متر هنا كخط اه وبعدين اه متر وانتر اه برسن دايرة مركز نس كطرها متر اه بيتكتب هنا اغلو انتر اغلو انتر اه 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 ناخد مقاس تاني من هنا ناخد لين بمقاس متر واحد متر وانتر نجي نرسم دايرة بتيجي هنا انتر اغلو متر نصر كتر رسامها اه بردكوا اغلو من هنا متر اغلو انتر هنا من نص من مركز داوان برسم غيره تبقى تطشي لل بنرسح الدايرة دي بنمشتبقنا بس أنا عايز أنزل بدي شوية بالدايرة دي تبقى تبقى تطشي خلينا نأخذ الدايرة دي الدايرة مش عايزة تشكل بالطريقة اللي احنا عايزينها فنأخذ عليها شكل فوس من هنا أقل شوية تبقى أبططشي معدها إيا كده وبعدين بأخذ الموازل ده 20 سنتي ومن هنا بأخذ بردك هنا 20 سنتي وبعدين بامسح الزيادات أنا عايز أقفل هنا كده وأقفل هنا وبالتالي أمسح الزيادات دي أقفل هناك أقفل هناك أقفل بردك أقفل بردك بطريقة بالتالي أمسح الزيادات بطريقة أقفل هناك أقفل هناك أقفل هناك ونعجب هناك بطريقة كده انا الزياداتة مسحة كده عندي مجسم الحمام طبعا فيه هنا بيبعد من هنا ده الجزء العميق 2 متر تاني 9 متر وبعدين 9 متر وبعدين 10 متر من هنا 2 متر فيه مسافة تاني من هنا لهنا 2 متر تظهر هنا تحت طول دوس انتر وتاخد مسافة وقتية 2 متر ده الشكل المفروض احنا بلوقتي نعمل بوش اوب هو عمبه خالص الحمام متر ونصف الجزء اللي تحت ده هو متر ونصف اما من هنا من فوق فبالزبط 70 سنتي وبعدين بناخد من النقطة دي للنقطة دي مهو تبيح وبرضا كن هنا لهنا 70 سنتي وبرضا كن هنا وبرضا كن هنا الهنا 70 سنتي لجزء ميل أصبح عندك مستوى ميل فنقم رفعين الجزء اللي جوه 80 سنطي عشان يبقى بسوى اللي جوه أصبح عندنا الشكل الحمام الحقيقة في عندنا برضك حاجة تانية الدرج بناخد قص من هنا بنفس الطريقة هنا النهاية ودي البداية وبعدين تدي موازيات له كده هندي 30 سنطي و بعدين تاني و لو عايز تدي تالت هبقى بقى 70 سنطي يعني في قولنا 4 درجات 0.90 4 درجات طبعا انت مفروض بتكمل بدون كده للنهاية كدرجة كدرجة وبعدين مفروض تبدأ ترفع الدرجة دي هترفحها 20 سنطي مثلا 0.2 والدرجة اللي بعديها هي 20 و 20 يبقى 0.4 الدرجة اللي بعديها اقول كمان 20 لا اللي التانية 0.6 والدرجة الاخيرة هتبقى في سوى 70 سنطي ترفع 70 0.7 لا امت راجع لان هي ترفعت اصلا الحمام هو ترفع كده بسوى اصبع عندنا الحمام في درج زي ما احنا شايفين طيب كل قات هنا ننهي الدرس دوا وهنكمل ان شاء الله في الدرس تاني عشان نكسي وحاجات زي كده شكرا سلام